إلى الانقفاض في أرقام الإصابات والوفيات استمر منحنى وبايكو في التسعة عشر محققاً ولأسابيع تراجع نسبة الإيجابية في الفحوصات وعدد حالات التنويم اليومي الجديدة سواء في غرف العناية المركزة أو الأجنحة كما انخفض العدد الإجمالي لمرضى كورونا المنومين ولحالات الوفيات التي أعلنت بصفر في أيام متكررة محلياً يمنح هذا الانقفاض في منحنى الوباء العاملين في المؤسسات الصحية أريحية أكبر في إدارة المشهد بين أرويقة المستشفيات بالعودة إلى إعادة جدولة المواعيد المؤجلة للحالات المرضية الأخرى والحال ليس ببعيد في الكثير من المؤسسات التي عاودت مزاولة أنشطتها وفق ما أقرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا كوفيد-19 فالمدارس وبعدما يوازي عامين استأنفت العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة مئة بالمئة في جميع المراحل الدراسية وشركة الطيران عاودت جدولة رحلاتها اليومية ذهاباً وإياباً بين الشرق والغرب مستفيدة من تخفيف الإجراءات الاحترازية في المطارات انخفاض المنحن الوبائي قيس في الكثير من الدول وهو ما يعطي العالم أملاً أكبر في بداية نهاية الخلاص من الفايروس الذي خيم بتأثيراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما يزيد عن العامين انخفاض دفع بالكثير من الدول إلى رفع الإجراءات الاحترازية الصارمة التي كانت قد اتخذتها في ظل تطورات الجائحة وما آلت به من تداعيات والأمل يحد الجميع في عودة كاملة تسير فيها تفاصيل الحياة لما قبل انتشار الجائحة